اشتركوا في القناة ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الحياة الجديدة دولة فلسطين ترحب بتمسك الاتحاد الأوروبي باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة وأيضا من الصحف العربية صحيفة القدس العربي جولة وزير الخارجية الروسي لإقناع دول خليجية باستئناف التطبيع مع النظام السوري تواجه الفشل وأما من الصحف العالمية صحيفة سبورت الإسبانية نهاية حقبة من الزمن أستاذ علي أهلا بك ونبدأ من الصحف الإسرائيلية ومن صحيفة هارتس محاولة مصرية لمنع مواجهة في قطاع غزة وذات الشأن من صحيفة الأيام الفلسطينية غزة الوفد المصري نقل رغبة إسرائيل في تطبيق تفاهمات الهدوء والفصائل طالبت بكسر الحصار نعم في اهتمام إسرائيلي بما يحدث في قطاع غزة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة نحن نقترب من الانتخابات في إسرائيل ونحن نقترب من الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية نحن نقترب أيضا من الانتخابات في إسرائيل وهناك حالة ترقب كبيرة في إسرائيل لما يدور في قطاع غزة من تفكير لدى الفصائل الفلسطينية التصعيد الموقف لذلك يعول الجانب الإسرائيلي على دور مصري يضمن الهدوء يضمن التهدئة في إسرائيل هناك رغبة بأن لا تنجر الأمور إلى مواجهة قبيل الانتخابات رغم أن هناك من يعتقد أن أي جولة من العنف في هذه المرحلة قد تساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في حملتها الانتخابية وهو الذي بدأ في الأيام الأخيرة يتراجع في سطلعات الرأي مقارنة بمنافسه بيني جانس وذلك تحديدا بعد الوحدة بين جانس ولبيد من ناحية وبعد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو جهد مصري ترقب إسرائيلي وترقب فلسطيني نعم إلى صحيفة يسراء الهيوم مخاوف من أن التغيير في المصلة يصبح ثابتا هذا في صحيفة يسراء الهيوم في إشارة إلى مصلة باب الرحمة في المسجد الأقصى أما في صحيفة هارت قائد الشرطة في لواء القدس يجتمع مع مدير عام الأوقاف على خلفية الأزمة أما صحيفة الحياء الجديدة الفلسطينية وفيها مجلس الأوقاف يقول أن الأقصى لا يخضع لقوانين الاحتلال ومصلة باب الرحمة لن يخفل إذن أزمة مصلة باب الرحمة لا تزال في مكانها نعم إسرائيل هاي يوم صحيفة اليمين في إسرائيل تتحدث عن الخوف من أن التغيير الذي حصل مؤخرا في المسجد تحديدا فتح باب الرحمة والمصلة في باب الرحمة أن يصبح دائم وثابت هناك تهديد إسرائيلي للأوقاف بعادة الوضع إلى ما كان عليه بمعنى إغلاق باب الرحمة وإغلاق المصلة في باب الرحمة في هذا السياق سالتقى اليوم قائد شرطة القدس مع رئيس الأوقاف بهدف إيجاد حل أنا لا أدري ما هو الحل الذي يمكن أن يرضي الجانب الإسرائيلي عدى إغلاق المصلة وإعادة إغلاق باب الرحمة وهل سيكون هذا مقبول على الأوقاف وعلى الفلسطينيين في الكدس أنا أشك والموقف الفلسطيني أو موقف الأوقاف هو ما جاء في هذا العنوان من الحياة الجديدة لا يخضع لقوانين الاحتلال وأن المصلة لن يقفل بمعنى أننا وخاصة مع اقتراب الانتخابات ومع زيادة انتقادات اليمين لبن يمين نتنياهو أنه يتهاون يعني بينتشن على نتنياهو في الأيام الأخيرة حملة أنه تهاون مع الفلسطينيين فيما يتعلق بهدم بيوت فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين أنه تهاون مع الفلسطينيين في الخان الأحمر ولم يقم بإخلاء الخان رغم وجود قرار للحكومة وقرار للمحكمة الإسرائيلية وأنه الآن يتهاون مع الفلسطينيين في كل ما يتعلق بالتطورات في باب الرحمة وفي المسجد الأقصى بشكل عامل نبقى في إطار الانتخابات وأيضا في يسرائيل هايوم كهولفان طرح سياسي من جهة وأقوال من جهة أخرى الصحيفة يعني تقول بأن التصريحات المسؤولين أو كبار المسؤولين في هذا الحزب تدعم إقامة دولة فلسطينية اليوم الطرح لا توجد هذا الحل في طرحهم اليوم نعم صحيفة سليل هايوم تقول أن البرنامج السياسي لحزب كهولفان قد لا يتضمن عبارة دولة فلسطينية وضرورة إنشاء دولة فلسطينية وهذا مرض لليمين الإسرائيل ولكنها تحذر من ناحية أخرى أن حتى وإن لن تذكر هذه العبارة عبارة دولة فلسطينية في البرنامج السياسي المكتوب للحزب فإن أقطاب الحزب يؤمنون بدولة فلسطينية وهي تشير إلى أن جانس واللبيد وأشكنازي في تصريحات سابقة لم يعارضوا فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية يعني إسرائيل هايوم متجندة بشكل كامل في حملة اليمين الانتخابية من وجهة نظرها تعريات حزب كهولفان الذي يدعي الوسطية وأنه حزب وسط وتريد إظهاره على أنه حتى ما يلفت الانتباه عليه بأن دولة فلسطينية تأتي بين علامات تنصيص هنا نعم يعني اليوم من وجهة نظر هذه أصبح عار وعيب وشتيمة أن يؤيد إسرائيلي من وجهة نظر الصحيفة فكرة الدولة الفلسطينية لذلك هي تسعى جاهدة لإلصاق هذه التهمة بكل خصوم بن يمين نتانياهو إلى صحيفة إسرائيلية أخرى وهي يدعو تحرنوت هو يعتقد أن لديه فرصة هذا الحمار كما تقول الصحيفة أو كما يصف هذا ما قاله أشكنازي عن جانس يعني هذه تصريحات أو الصحيفة تقول بأن أشكنازي كان قد نعت جانس ذات مرة بأنه لن يكون لديه فرصة وبأنه حمار هذا جاء حينما كان جانس نائب أشكنازي أشكنازي كان قائد أركان حينما كان جانس قبل عشر سنوات تقريبا نائبه هذا أتى في سياق قضية فساد في الجيش وتنصت من قبل أشكنازي وبعض مقربيه على مسؤولين في الجيش وأبرزهم وزير الدفاع وزير الأمن الإسرائيلي أن ذاك إهود باراك في قضية عرفة بقضية هارباز وهي الرغبة من قبل أشكنازي بتصفية خصومه في قيادة أركان الجيش الآن اليمين يقول إذا ما قام أشكنازي وهو المرشح رقم أربع في حزب كحول لفان بنعت زعيم الحزب بأنه حمار فماذا يجب على الإسرائيلي الذي سيذهب للتصويت بعد عدة أسبوع وأن يضع بطاقة الإلكتراع كيف عليه أن يفكر هو عن جانس إذا ما كان هذا ما يفكر به أقرب اليوم الأشخاص على جانس وهو جابي أشكنازي نعم أيضا نقى في ذات الصحيفة سموترش سيدافع عن نتنياهو هذا رئيس حزب هاحود هاليومي عضو الكنيسة ربما سيدافع عن نتنياهو من خلال تغيير في بعض القوين أو من خلال طرح قانوني في الكنيسة سموترش أحدد ربما الأكثر تطرفا من أعضاء الكنيسة في اليمين المتشدد في اليمين المتطرف كاد يبقى خارج الكنيسة لو لم يتوسط رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بين حزب سموترش حود لأمي وبين حزب البيت الهدي ليتنفسان سويا في قائمة مشتركة واحدة تمكن الطرفين من اجتياس نسبة الحسم وشعورا بالامتنان لهذا الجهد من نتنياهو جمع القائمتان سيدافع إذا من تخب وسيقوم بالمبادرة لسان قانون يعرف بالقانون الفرنسي ماذا يعني القانون الفرنسي؟ القانون الفرنسي يقول أنه لا يمكن تقديم رئيس وزراء إلى المحاكمة طالما هو يقوم بوظيفة رئيس الوزراء يمكن محاكمته بعد ذلك ولكن إذا ما تم انتخاب بنيمينة ناهو رئيس وزراء بحسب القانون الذي فكر به سموترش لا يجب ولن تكون هناك إمكانية تقديم بنيمينة ناهو إلى المحاكمة على خلفية لوائح الاتهام في قضايا الفساد العديدة المتهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي عودة إلى صحيفة إسرائيل هايوم درع يقول نحن نفحص الحمضة نووي DNA للمهاجرين سنطالب بملف الهجرة ولبرمن يقول إنها عنصرية إذن بين وزير الداخلية الإسرائيلي رئي درعي وأيضا لبرمن وزير الأمن الأسبق فيما يتعلق بالمهاجرين لا سيما الروس نعم درعي يرأس اليوم حزب شاس لليهود من أصول شرقية المتدينين ولبرمن هو زعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي يستند على الأصوات الروسية الروس في إسرائيل ينتمون بشكل شبه كامل إلى الفقر العلماني ودرعي يمثل اليهود المتدينين من أصول شرقية وهو يقول أن هناك عشرات ألاف المهاجرين اليهود الروس الذين أتوا إلى إسرائيل هم أصلا ليسوا يهودا ولكن اغتنموا فرصة الهجرة ويقتنصوا شخصيات يهودية واليهودية بشكل عام ليأتوا للعايش في إسرائيل وأنه في حال تم تعيين وزير عن حزب شاس من حزب درعي إلى وزارة الاستيعاب فإن هذه الوزارة الجديدة ستقوم بفحص الحمض النووي للمهاجرين لتأكد ما إذا كانوا يهود هذا التصريح أثار جنون لبرمان والمهاجرين من أصول روسية الذين يقولون أن هذه عنصرية وباعتقادي كل هذه التصريحات لن يقوموا بفحص الحمض النووي للمهاجرين ولكن هذه تصريحات تنصب في السياق الانتخابي ورغبة درعي كسب الأصوات الانتخابية نعم إلى صحيفة هارتس وبها نختم الصحف الإسرائيلية توقعات بأن توس الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيسة دافيد بيتان بشبهة الفساد أو الرشوة دافيد بيتان حتى قبل عدة أشهر كان من أقرب مكرمي بيناميين نتناهو كان رئيس الاتلاف الذي يقود كل الأمور السياسية مع شركاء نتناهو في الاتلاف الحكومي الآن تفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية وهنا في صحيفة هارتس أن الشرطة قد توصي النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد بيتان بالفساد سارع حزب كحول لفان بزعامة جانس للقول أن قضايا الفساد والرشوة هي جزء لا يتجزأ من المحيط القريب برئيس الوزراء بمعنى أن هذه هي الأعراف والتقاليد في حزب الليكود وهم يدعون الإسرائيليين لاختيار وربما ستكون ضربة هذه للحزب بلا شك ستكون ضربة ولكن حجم الضربة علينا أن ننتظر الأيام القادمة لنرى استطلاعات أرأيه وهل ستنعكس هذه القضية الجديدة على مأزاق نتناهو إلى الصحف الفلسطينية وفي صحيفة الحياة الجديدة وعلى صفحتها الأولى دولة فلسطين ترحب تمسك الاتحاد الأوروبي باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة وهنا اقتباسا عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الذي أكد على أن القدس تكون خاضعة للمفاوضات وأن القدس الشرقية هي جزء من الكيان الفلسطيني المستقبل المستقل وهذا ردا على مساعي الولايات المتحدة إغلاق الكنسولية في القدس الشرقية والتي كانت تخدم بالأساس الجمهور الفلسطيني سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تجنيد مزيد من الدول لكي تكون بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس نعم إلى صحيفة القدس العربي جولة وزير الخارجية الروسي لإقناع دول خليجية باستئناف التطبيع مع النظام السوري تواجه الفشل يعني وزير الخارجية الروسي كان اليوم في الكويت وكان في السعودية وأيضا له جولة ستستمر أيضا في محاولة لإقناع بعض الدول اللاسية مع قطر والسعودية اللتان تمانعان حتى اليوم بإعادة أو عودة سوريا ودمشق إلى جامعة دول العربية يعني حتى قبل شهرين كانت الأجواء تشير وكأن دمشق في طريقها للعودة إلى الجامعة العربية وكانت هناك أنباء فتحت سفارات وممثليات للدول العربية وعيدة فتحها في دمشق الإمارات والبحرين وكان الحديث عن أن هذه فقط الخطوة الأولى ولكن على ما يبدو في صياق الصراع القوة بين الولايات المتحدة وبين روسيا نجح الجانب الروسي بوقف هذه العملية حتى أن الأنباء تفيد من أن مصر تدرس إمكانية سحب طلبها والقاضي بوقف تعليق دمشق عضوية سوريا في الجامعة الدول العربية بمعنى أن هذه العملية تشهد وأيضا شهدنا مشاركة سورية أول أمس في الاتحاد البرلمان العربي في الأولى صحيح ولكن على هذه الخلفية نرى هذا الجهد بتخفيف حدة التطبيع وعودة سوريا إلى محيطها وإلى المؤسسات العربية وبالفعل على ما يبدو فإن لفروف لم ينجح بإقناع دول الخليج أن تزاول علاقاتها مع سوريا في ذات الصحيفة وعلى صدر صفحتها الأولى الجزائر دعوات للسيار المدني والطلبة في قلب العاصمة بالألاف والجيش يهدد بعودة سنوات الألم إذن الجزائر لا تزال الاحتجاجات تشتاح الجزائر المطالبة بإقالة أو استقالة هناك بعض الساعات ربما من الهدوء نتيجة الإحباط أو نتيجة التعب بعد تقديم حملة بوتفليقة لأوراق ترشحه ولكن بالأمس عادت الاحتجاجات على مختلف الأصعدة في الجزائر يعني يقول البعض لماذا لا ينتظر الجزائري صندوق الاقتراع ليعبر عن رفضه لبوتفليقة هناك من يقول أن الانتخابات في جزائر حتى وإن كانت حرة هي ليست بالنزيهة وأنها موجهة وأن القوى الاقتصادية الكبيرة في البلاد القوى المتنفذة داعمة لبوتفليقة لذلك لا جد ويبدو أن رسالته أيضا إلى الطلبة لم تقنعهم حتى الآن بالتأكيد ونرى حتى الآن أن فتيل هذا الاحتجاج يأبى أن يختفي الأيام القادمة باعتقادي ستكون حبلة في التطورات بالنسبة للميدان الجزائري إلى صحيفة الشرق الأوسط وفيها حماس طلبت 20 مليون شهريا للتهدئة وأيضا في ذات العنوان أوقاف القدس صرف مهلة الأسبوع لغلق باب الرحمة تحدثنا عن الأوقاف والصراح حول باب الرحمة وتحدثنا حول الوضع المتوتر في قطاع الهزة والسؤال هل 20 مليون دولار شهريا كفيل بأن تضمن حماس التهدئة هل هذا المبلغ سيستثمر في تهدئة الشارع الفلسطيني وكوادر حماس أم أنه سيستثمر في إعادة بناء قطاع غزة سؤال هل سيعيش القطاع بين دفعة أموال واحدة ودفعة أخرى وبين هذا وذاك سنشهد هذا التوتر وهذا التصعيد الأمني إلى لبنان وفي صحيفة اللواء سترفلد يماهد لزيارة بومبيو اشتباك أمريكي إيراني حول لبنان إذن المبعوث أو مساعد وزير الخارجية الأمريكي يجري مباحثات في لبنان مع مسؤولين ربما تمهيدا لزيارة وزير الخارجية نعم بومبيو من المفترض أن يزور لبنان وإسرائيل ربما دول أخرى في مستال هذا الشهد ديفيد ساترفيلد نائب وزير الخارجية تواجد في لبنان التقى الرئيس الحريري ووفق هذا التقرير هو أعرب للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم عن خيبة أمله من قوة حزب الله في التشكيلة الحكومية الجديدة في لبنان وهذا يعكس من وجهة نظر الأمريكيين استمرار تأثير إيران على ما يجري في لبنان إلى المملكة المتحدة وفي صحيفة ذاهيرلد حزمة متفجرات وجدت في المطار أو في مطارات ومحطة قطار هذا حدث أمس والأنباء تشير إلى أن هناك أختام إيرلندية على الطرود التي أرسلت بمعنى أن هذه الطرود مصدرها إيرلندا والخوف من أن يكون بعض المنشقين عن الطيارات المسلحة الإيرلندية السابقة وعلى رأسها الجيش الإيرلندي الجمهوري الذي هو اليوم جزء أساسي من الحكومة في إيرلندا أن يكون هؤلاء المنشقون يسعون مجددا لإشعال المواجهة وإعادة العنف إلى الساحة البريطانية هذا يحدث وفي الخلف بطبيعة الحال هناك قضية إنسحاب بريطانيا من الاتحاد وأخيرا إلى إسبانيا وإلى ريال مدريد وسقوطه أمام أيكس أمس في صحيفة سبورت نهاية حقبة من الزمن أما في صحيفة إسبانية أخرى البيس مدريد تخسر كل شيء أما في صحيفة كاتولينية أس أسبوع تراجيدي هكذا تصف الصحيفة ما جرى أمس خلال لقاء ريال مدريد وبعد ثلاث سنوات من تربوه على العرش الأوروبي وفوزه بدوري الأبطال لثلاث مواسم متتالية هو يخرج من دوري الستة عشر من هذه البطولة انتقادات حادة لبيريز رئيس النادي انتقادات حادة للعبين ولكن على ما يبدو ريال مدريد لم يستعد كما يجب لرحيل كل من رونالدو وزيدان أهم عنصرين في الفريق الشخصان ربما الأكثر تأثيرا على بطولات ريال مدريد في المواسم الثلاث الأخيرة وربما ستكون نهاية هذا الجيل على ما يبدو سنشهد ريال مدريد جديدا مختلفا الموسم الأستاذ علي واكد الخبير في شون الشرق شكرا جزيلا لك مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العدد الأخير لكم منا أجمل التحيات إلى اللقاء اشتركوا في القناة